يعني أعتقد أن مسار المفاوضات في هذا الاتجاه هو مسار إيجابي من ناحية مشاركة المجلس الوطني الكردي وحضوره في المفاوضات وفي العملية السياسية نحن نعلم جيداً أن المجلس شريك أساسي في الاتلاف الوطني وفي الهيئة العليا للمفاوضات وأيضاً في الوفد المفاوض وهو يحضر أيضاً ضمن الجولات التفاوضية التقنية ومشارك فيها وليس هناك خلافات تذكر في هذا المجال أعتقد أن المشاركة يمكن أن توصف بأنها مشاركة بناءة ومثمرة أيضاً والنقاط التي يجري الحديث عنها تكون هناك صياغات دائماً مشتركة ربما لم يتم التطرق فعلياً لمسألة الفيدرالية حتى الآن هناك تبادل لوجهات النظر لكن هذه القضية ليست مطروحة الآن للنقاش لأن المسألة لا تتعلق الآن بطرح الفيدرالية بمقدار ما تتعلق الآن بمسائل الانتقال السياسي بمسألة الانتخابات والآليات الدستورية وأيضاً الحكم والحوكمة كما أشرت نحن نعتبر أن الكرد هم جزء أصيل من الشعب السوري ومكون أساسي بكل تأكيد كما كانوا في المجلس الوطني السوري في البداية هم شركاء أيضاً في الاتلاف الوطني ومن ثم في الهيئة العليا وفي المفاوضات وبالتالي هم حاضرون في تفاصيل العملية السياسية بشكل كامل لا يمكن الحديث عن أنه موجودون في جزء وغائبون عن جزء آخر المجلس الوطني الكردي هو شريك أساسي وستراتيجي لنا في العملية السياسية وهو موجود بكل تفاصيلها وعندما نتحدث عن الآليات الدستورية الآن نحن لا نتحدث عن صياغ الدستور مسألة صياغ الدستور هي مسؤولية للشعب السوري في المستقبل نحن نتحدث عن آليات دستورية تحكم الفترة الانتقالية هذه الآليات الدستورية يمكن أن تكون بشكل إعلان دستوري والجميع بكل تأكيد مشاركون فيه وأعتقد أن الإخوة في المجلس الوطني الكردي موجودون على كافة المستويات لا شك أن سيد رياض إحجاب هو المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات وعندما يحضر هو رئيس الهيئة العليا من طبيعي أن يكون متابعا للعملية السياسية والتفاوضية في جنيف وخارجها وهو ربما يحضر غدا إلى جنيف وسوف يتحدث للإعلام أو يلتقي السيد دستور في حال قدومه إلى جنيف يعني أستطيع أن أقول أنه لا يمكن الحديث عن نتائج غير تقليدية أو طبيعية بهذه الجولة السابعة للأسف أمضى سيد ديمستورا الفترة الماضية وهو يتطرق إلى القضايا التقنية بدرجة كبيرة وكان يتحدث مع وفد المعارضة أكثر منه مع وفد النظام لكن في هذه الجولة بدأ مفاوضات تقنية مع وفد النظام ولذلك نحن طالبناه بأن تكون المفاوضات سياسية أولا أن يكون لديه جدوى الأعمال مسبق معد مسبقا وثالثا أيضا يجب الضغط على النظام للدخول في العملية السياسية بشكل جدي وأن تكون لدى سيد ديمستورا رؤية خاصة بالمستقبل لا يمكن ترك الأمور بهذا الشكل الذي يبطئ العملية ولا يعطيها أي ثمار حقيقية وبالتالي اللقاء الذي جرى اليوم تناول ثلاث قضايا القضية الأولى كانت هي وضع قطار العملية السياسية على السكة الصحيحة النقطة الثانية مسألة المهجرين واللاجئين في إرسال وفي لبنان ومتابعة أوضاعهم من قبل أمم المتحدة لأنهم يتعرضون لتهجير قسر جديد وأيضا النقطة الثالثة هي قضية ألاف المعتقلين الموجودين في سجون النظام والمفقودين والذين لم يتم حل هذه قضية في أستانا يعني كنا نأمل حقيقة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في الجنوب أولا وفي عموم سوريا كذلك لكن للأسف الشديد هناك خروقات لهذا الاتفاق الأمريكي الروسي وهناك محاولة روسية لمهاجمة فصائل الجيش الحر في ريف السويداء الشرقي وفي البادية وهي الفصائل التي سبق أن قاتلت داعش وأخرجت داعش من المنطقة وبالتالي هذا الهجوم يخدم داعش بصورة أو أخرى وهناك أيضا خروقات لوقف إطلاق النار في عدد من المناطق منها القلمون الشرقي حيث عاد الحصار للقرى هناك وهناك أيضا محاولة لتهجير الأهالي ونعتقد أن للأسف الشديد الخروقات تؤثر سلبيا على مصداقية العملية السياسية ترجمة نانسي قنقر